تشن الصين حملة مستمرة لقمع الهويات العرقية والثقافية والدينية واللغوية للأقليات المسلمة الإيغور والأقليات العرقية الأخرى يخضعون للمراقبة المستمرة فقد عكفت الصين على تطوير نظام القمع من خلال استغلال التكنولوجيا اتطورت شركة هواوي نظاما للتعرف على الوجه لمراقبة وتتبع أقلية الإيغور في الصين وذلك وفقا لتقرير جديد حول نظام مراقبة الذكاء الاصطناعي في الصين صادر عن منظمة الأبحاث IPVM وذكرت صحيفة الواشنطن بوست الخبر لأول مرة وأوضحت أن التقرير يعتمد على الوثائق المنشورة علنا عبر موقع هواوي الإلكتروني التي تم الحصول عليها عبر بحث جوجل المصادر ذكرت أن الشركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا التي اختبرت برمجيات التعرف على الوجه استادفت الإيغور حيث تقوم التقنية على إرسال انذارات آلية إلى السلطات الحكومية ويبدو أن مشروع التعرف على الوجه كان عرضا لكيفية استخدام أجهزة هواوي لتوظيف خوارزميات الشركة الصينية الناشئة المسمى ميغيفا وعملت هواوي في عام 2018 مع شركة ميغيفا لاختبار نظام كاميرات الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه مسح الوجوه في حجد وتقدير عمر كل شخص وجنسه وعرقه ويصلت تقرير IPVM الضوء بشكل خاص على ميزة التنبيه الآلية بشأن الإيغور ومن شأن هذه الميزة استخدام تقنية التعرف على الوجه لتحديد عرق الشخص وإرسال التنبيه إلى السلطات الحكومية عندما تحدد أنظمة الكاميرات أعضاء المجموعة الأقلية المضطهدة وتم سابقا ربط ميغيفا بأنظمة التعرف على الإيغور لكن هذا هو المؤشر الأول على أن هواوي قد تعمل بنشاط على تطوير مثل هذا المنتج والترويج له وقال المسؤولون الصينيون إن مثل هذه الأنظمة تعكس التقدم التكنولوجي للبلاد وأن استخدامها الموسع يمكن أن يساعد المستجبين الحكوميين ويحافظ على سلامة الناس لكن بالنسبة إلى المدافعين عن الحقوق الدولية فإن هذه الأنظمة تمثل علامة على حلم الصين بالسيطرة الاجتماعية وهي وسيلة لتحديد الأفراد غير المؤيدين في المجتمع وسحق المعارضة العامة ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن هذه التكنولوجيا اكتسبت في السنوات الأخيرة دورا متزايدا بين أقسام الشرطة في الصين ويسلط المستند الضوء على كيفية مساهمة هواوي في تطوير التكنولوجيا من خلال توفير الخوادم والكاميرات والبنية التحتية للحوسب السحابية وغيرها من الأدوات التي تدعم القوة التكنولوجية للأنظمة وأعلنت كل من هواوي وميجيفا في العامين الماضيين عن ثلاثة أنظمة للمراقبة تستخدم تكنولوجيا الشركتين واعترفت كيلتا الشركتين بأن الوثائق حقيقية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر